يعمل مركز الفلترة بغريان منذ بداية افتتاحه ضمن ظروف استثنائية وإمكانيات بسيطة وذاتية الأمر الذي أرهق الطاقم الطبي وأثر على علاج المصابين الوافدين إليه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمناسبة لهم مدينة غريان التي تعد عاصمة الجبل الغربي وأكبر مدنه يشهد مستشفاها ومركز الفلترة والعزل فيها إقبالاً كبيراً منذ بداية جائحة كورونا من سكان المدينة والبلديات المجاورة لها الأمر الذي يستدعي توفير إمكانيات أكبر وزيادة في كمية الإمدادات من قبل الجهات المسؤولة اللي شفناها هنا يخدم مش في بلدية غريان بس ناس بلدية غريان بس يخدم جميع البلديات المجاورة هذه و24 ساعة الخدمة اللي فيه هنا 24 ساعة وعندنا طباء قاموا بالواجب بدون في خاصة الفترة هذه بدون تموين بدون أي دعم بالوزارة الصحة والله من كده كل مجهودات مستشفى غريان والزيادة أعداد الوافدين على مستشفى غريان من مرضى كورونا علاوة على عدم توفر مكان آخر يستقبل المصابين قرر أعضاء إدارة المستشفى استقطاع جزء منه لإنشاء هذا المركز بمجهودات فردية إنشاءناها بالمجهودة بدأت بدعم من المستشفى هنا بإمكانيات وخصصنا الجزء للفلتر هذا اللي خفف علينا العباء اللي الداخل على طباء اللي نصهم قريب نضربوا بالكرارة في فترة أن نضربوا قريب أغلبية التاقم الطبي أطباء من المركز أكدوا أن صغر مساحته وعدم وجود أسرة للإيواء يربك الحركة داخله ويشكل ضغطا على المرضى وعلى المصابين بفيروس كورونا من جهة وعلى الأطقم الطبية والإدارة من جهة أخرى أول حاجة نقص المكان يعتبر ضيق حالياً مع زديات الحالات وكده أنت شفتوا أن مع كترة الحالات من المسحات والحالات اللي جي ضل عندها أعراض وفي حاجة أنه نستقبلوها ونكشفو لها ونعطوها تحاليل ونعلاجها يعتبر المكان ضيق هذه أول المشاكل اللي تواجه المركز صغر المركز ثاني حاجة مع النشح حجر قصة بالعاملين منها طباء ولا تمريض ولا عناصر الطبية المساعدة ثالث حاجة فيه نقص في ناحية الأدبية فيما بيّن مدير المستشفى خالد زويت أثناء حديثه للتناصح أنهم اضطروا لاستخدام غرف الأطباء لإيواء المرضى حاليا نبدأ نشتغلوا حتى عليه غرف الانتظار أو غرف مخصصة للتمريض والديكاترة خليناهم حتى هما يشتغلوا فيهم حالات لنظر لوجود الكسجين فيهم وتشوفوا خلفي تقريبا الحالات حتى بعض الحالات نعطفها في المحلين الوريدية وخافض الحرارة والأمور تانية على الكرسي نظر لعدم موجود مبنى متكامل ورغم كل هذه العرقيل والنقص في الإمكانيات ما يزال المركز يعمل ويقدم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية وصحية صعبة تشهدها البلاد حيث تمكن الأطباء من أداء واجباتهم وسعوا أن يكونوا في خدمة المواطن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه متناسين تماما قلة اهتمام وزارة الصحة بالمركز وعدم توفير كافة المستلزمات ترجمة نانسي قنقر